على أعلم المقصود ليس المطلوب منهم أن يكونوا سباقين هو أنهم يستفيدوا معنا ذلك من أنتقته الأمام الأخرى وليس بالضرورة أن يكونوا هم المنتقين يعني سبب هذه الجملة أن كثيرا من أو أن بعض المسلمين يحسبون أنهم لا بد أن يكونوا روادا أن يكونوا الأوائل في كل شيء لكن لا دليل شرعي على هذا أما أن يكونوا فيما يتعلق بالتدين وفيما يتعلق بالنهوض الحضاري بالمعنى الصحيح فنعم هذا مطلوب أما أن يكونوا هم الأوائل في مختلف أنواع العلوم والمعارف مما يحتاج إليه الناس فهذا لا يستند إلى دليل بل إن تاريخ المسلمين يؤكد أنهم استفادوا في كثير من العلوم في كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية من حضارات أخرى حضارات سبقتهم أو حضارات كانت معهم واستفادوا منها كثيرا نقلوها إلى لغتهم العربية ثم بعد ذلك زادوا عليها وأضافوا إليها فليس مطلوبا من المسلم أن يثبت دائما أن دينه قد سبق في هذه المجالات والعلوم قد سبق غيره ويأتي ويحاول أن يثبت ذلك لا مانع أن يستفيد لكن على أن يعرض ذلك على الأسس والمبالئ التي أشرت إليها والله تعالى إذن هذا ما يعرف بالتراك والمعارض